أكد الوزير الأول عبد العزيز الجراد في كلمة له تضمنها التقرير الأول لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية التقوية عزم الحكومة على إساء نموذج تقوي مستدام وإساء أسس انتقال تقوي مكيف مع الخصوصية الوطنية في كلمة له نشرت في تقرير المحافظة الذي حمل عنوان الانتقال التقوي في الجزائر الدروس والوضعية والأفاق من أجل تطوير متسارع للطاقة المتجددة وأوضح الوزير الأول أن الحكومة عازمة على تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل إساء نموذج تقوي مستدام حيث تكون الفعالية ميزاته الأساسية في هذا الإطار فإن الحكومة ستعمل على تشجيع كل عمل يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي للطاقة بشكل أمثل وكذا أي عمل من شأنه أن يساهم في الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات لمدة أطولة من خلال تنوع وسائل إنتاج الطاقة البديلة لسيما على أساس الموارد المتجددة يضيف الوزير الأول